بسم الاب والابنة والروح القدس الاله الواحد امين افكركم ان احنا في الصوم ده مسكين سلسلة اسمها اعظم والسلسلة دي ملهاش مواضيع ملهاش علاقة ببعض لكن ليها علاقة بكلمة اعظم يعني واخدين مجموعة من الايات هناخد ثلاث ايات من العهد القديم وثلاث ايات من العهد الجديد فيهم كلمة اعظم ناخد فيهم السلسلة بتاعتنا فالاية الاولانية كانت ايه ذنبي اعظم من ان يحتمل فاكرين وقلنا مين اللي قالها قين واتكلمنا فيها دي النهاردة هتكلم على اية تانية هقول لكم الاية وبصراحة بصراحة هيبقى برافو اللي عارف مين اللي قالها او توجهت لمين الاية بتقول ايه لان الامر اعظم منك الامر اعظم منك لا تستطيع ان تصنعه وحدك في اية بتقول الامر اعظم منك لا تستطيع ان تصنعه واحدة بالمناسبة مين عارف مين اللي قاية الاية دي وقالها المين ها برافو عليك برافو عليك وهنا تقالت صحي كمان في اتنين قالوها صح والاتنين بنات ما ليش يعني نو كومنت نو كومنت نو كومنت اوكي المهم يعني يعني ايه كان موسى قاعد بعد ما استلم الشريعة وبعد ما عدوا ورجعوا سيناء واقعدوا بقوا في عبادات وخيمة الاجتماع ابتدى موسى يقضي لكل الشعب يعني كل اللي عنده شكوى يجيب دولا ملايين يعني اتنين مليون على الاقل فكانوا قاعدين كل واحد عنده شكوى يروح لمين لموسى فحما كان اسمه ياثرون قالو يا موسى اللي انت بتعمله ده هذا العمل عظيم او قالو لانا الامر اعظم منك لا تستطيع ان تصنعوا وحدك فقال له لا دي فرصة كل بيجي احكم وفهموا ايه فرائض الله وشريعة ربنا قالو لا ده انت تعمل الاول عارفين بقى اول مدرج اداري تعرفين الخريطة التنظيمية بتاعت رئيس مجلس الادارة رئيس القطاع مدير عام وتحتي بقى رؤساء اقسام عمل له الرسمة دي قالو لا الاول يبقى فيه رؤساء عشرات ورؤساء ميات يعني الاستئناف الاول والاستئناف التاني والنقض واخر حاجة انت فتبقى انت اخر واحد المهم ان موسى فعلا عمل بالقصة دي واستفاد بالنصيحة دي ارجع تاني للآية اللي بتقول في سفر الخروج دي الشاهد بتاعها سهلة قوي خروج 18 18 بقول لك اول خريطة تنظيم اداري في العالم كله كان في كتاب المقدس الشاهد بتاعها ايه او اي هيكل وظيفي او اي هرم اداري هتلاقيها خروج 18 18 نرجع لموضوع بيقول كده لان الامر اعظم منك لا تستطيع ان تصنعه وحدك الامر ده كبير عليك اوي مش هتقدر عليه لوحدك الاية دي انا اعتبرها من الايات الحكمية يعني ايات حكمية يعني اية فيها حكمة للحياة زي سفر الامثال وزي سفر الحكمة وزي سفر يشوع ابن السراخ بس دي نصيحة شخصية واحد بيقول لواحد الموضوع ده كبير عليك اوي مش هتقدر عليه لوحدك ايه ممكن القيم الروحية اللي نطلعها من الاية دي هنطلع مع بعض اربع قيم حد فيكم عنده اقتراح حد فيكم الاية دي او حتله بحاجة بقول لك الموضوع ده فوق طاقتك الموضوع دوت اعظم منك مش هتقدر عليه لوحدك ها اتفضلي لا مش الجهاد ضد الخاطئة خالص مفوش خلطية ولا جهاد ده انت رايحة تشتغلي شغلانة بقول لك خلي بالك الشغلانة دي تقيل عليك مش هتقدر عليك انت رايحة تعملي حاجة فبقول هذا الامر اعظم منك لا تستطيع ان تنجزوا وحدك ها نعم الاتكال على الله طب ما كان موسى قال للحماة يا عم خليها على الله يا عم لا الحقيقة مش مقصود بها كده خالص ها ده مبدأ اداري ها ها حلو دي ملوك كهنوت لا 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 مش مقصود بها كده ها لا لا طب بصوا بقى تعالوا ناخد دروس اول درس من الآية دي لان هذا الامر اعظم منك لا تستطيع ان تصنعه واحد كلام قلت لكم كتير ابل كده بطرق متعددة اراجع معاك ان كل انسان ليه طاقة كل انسان ليه طاقة مين الانسان الزكي اللي ما يشيلش ابدا فوق طاقته اوعى تفتكر ان احنا عاوزين نعدلعك ونعمل لك مصاج في الحياة الروحية مفيش مصاج حروة فيه مطنيات فيه حمل صليب فيه الحقيقة تعب مع ربنا قوي من اجل الخلاص لكن بالرغم بنتكلم على الجهاد وحمل الصليب والاحتمال والشغل والخدمة لكن كل واحد ليه طاقة دي لازم تفهمها كويس قوي مفيش اتنين زي بعض لافتقتهم العصبية ولافتقتهم النفسية السؤال ماذا يحدث لو الانسان شال فوق طاقته يعني حما موسى بيبص الموسى قال يان هراب ياد الراجل ده هيودي نفسه في ده يا الموضوع ده اكبر من اللي بيعملوا مش يقدر يخلصوا كان جواه ايه عاوز يقوله ايه انك انت لو استمرت كده هيحصل ايه ها حلوة بس قبل الانهار نقول حاجة تانية اول حاجة العصبية صح الانسان لما بيشيل فوق طاقته غصبا عنه بيتشد يعني فيه واحدة تقول لي ايه ده انا كنت بردة برود يا ابونا برده برود برود كنت بص للناس العصبين دول انهما مجانين نحتجين علا انت عارف يا ابونا في البيت كانوا مسميني ايه مسميني ميز فيليم قال يوني ده والينيل والي لايه 늘 ادوية المهدئة يعني كانوا اي 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 تو عقبان كده بس يبص لي كده يهدى فاااا كنت واحده اي اوى اني فينا وكل حد يداي وتشد يقوله functioning في الدنيا يستهلش يقول لي انت بتغزيني ببرودك اكتر وبعدين يا بونا اتجوزت اندي اتوز اوكي وبعدين خلفت بيبي وان اتوز اوكي وبعدين جبت بيبي تو يعني اه 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 كان فيه شوية ارهاق لغاية لما الاتنين دخلوا المدرسة فرج علي يا بونا الشعر واقف لفوق المخالب نزلة النياب طلعت وتحولت كائن غير الكائن وصوتي مسموع في الشارع فاول كما الانسان بيدفعه لما يشيل فوق طقته ان يفقد هدوء ويفقد سلامه ويتوتر فلو انت تقدر تشيل خمسة كيلو شيل خمسة كيلو دايما لكم المثل ده خمسة كيلو جرام لا خمسة كيلو الا جرام يبقى بتتدلع احنا مش عاوزين نتدلع لكن عاوزين كل واحد شيل حسب ايه طقته هذا الامر اعظم منك لا تستطيع ان تصنعه وحدك يبقى اول حاجة ايه العصبية تاني حاجة ودي خطر ربنا يبعد عنكم يا ولاد حاجة اسمها الانهيار النفسي يعني ايه الانهيار النفسي فيه تعبير كده انجليزي اسمه اوفر بيرند يعني اوفر بيرند يعني المكان اتحرقت المطور بتاعك اتحرقت عارفين زي ايه واحد جايب عربية تسعمية سي 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 تسعمية ايه سي سي يعني عربية بصحتها على قدة بس كويسة يعني تمشي تسعين كيلو مئة كيلو فعدت جنبه مرسيديس الفين سي سي مثلا يعني انتو اخدي بالكو او لا الفين ايه ننبطع شوية اربعة تلاف سي سي وهو ما شبهاش يعني حاجة عملت كده سخن قالها جابها داس بنزين وفضل دايس بنزين وبيسوق كده كده هو والعربية عاملين كده العربية الحقيقة بعد عشرين كيلو المطور بتاعها اتحرق اتحرق ليه لان المطور شال فوق طاقته الجهاز العصبي بتاعك وبتاعي كده في ناس فعلا حصل لها توتال كلابس يعني ايه توتال كلابس يعني انهيار نفسي لانها شالت فوق طاقتها العصبية او فوق طاقتها النفسي اوقات ناس كتيرة قوي بسبب اغراءات يبقى عنده شغلانة مثلا يعني هو نجح في الادارة وهو سنه صغير فالجيه بقى رئيس مجلس المال بتاع بتاع قال له انا عينك مدير على الجروب كله هديلك مرتب انت كان مرتبك كام كان ناجح بقى مدير الشركة كبيرة وقاله تمانين الف جنيه قال له هديلك نص مليون في السنة بس تمسك للست شركات طبعا نص مليون في الشهر في الشهر اه نص مليون في الشهر طبعا لما تسمع نص مليون في الشهر تقول ايه اشتغل شهر واتحرق يعني مش كده يعني ده لو انت يعني النصاحة تقول كده اشتغل شهر واتحرق مفيش مشكلة يعني عمل عشرة سنين تحويش يعني بس الناس دي ما بتعملش كده هو بيبقاش عارف يغير طبيعته هو بعمل زي البالرينة اللي ماشي على ترطيف صابحة وعضلها كله مشدود وتعبان فهو بيشتغل في اليوم دون ان يدري عشان يحقق صورته قدام صاحب المال بيشتغل اكتر من عشرين ساعة في اليوم بيشتغل عشر اتناشر ساعة في الشغل واثناشر ساعة على الموبايل مع كل العقود الدولية لان الكميشن بها تزود ملتبه وانتو خدي بالكم ما بيقدرش يقول لا وفجأة قولة في صدن يخش ويلاقيه بيعيط زي طفل صغير في القوضة ومفيش حاجة بتوقف العياط ويجيبوله دكتور نفسي وده كاتر نفسيين والدومة صح هيقعد فيها اسبوع واثنين وثلاثة وبيعرفوا يرجعونه نفسيته بس بيطلع ما يقدرش يشتغل اي حاجة تاني ليه لان شال فوق ايه فوق طاقته اديكم امثلة علشان تاخدوا بالكم هقول لكم مثل حتى حصل معي انا اول مثل طالب كان في باكيرويس هندسة عمارة مرة واحدة لقوه في البيت بيكسر في الترابيزات بيكسر بتاعة الرسم وبيخبط في الحيطة وبيخبط نموه في الحيطة ومعنده مش عارف لابتوب رمعه الارض كسره بالشيء الفلاني وفضل اه 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 انهيار نفسي انهيار نفسي وبعدين ابونا راح له قال له في ايه قال له سنة دي سنة مشروع انا بقالي اربعة ايام ما نعم عرف من اهله عارفين ابونا عمل ايه اتصل بصيدال يعرفه قال له عاوز دواء ينايم بس دواء جديد فده له دواء ينايم عارفين ايه اللي حصل اول ما الولد ده نعم ست ساعات متتالية ام شخصية تانية خلص لما مريض نفسي ولا محتاج علاج هو كان محتاج ايه يخلي الموتور بتاع السية يهدى يهدى شوية احنا اوقات دايما عندنا اعذار يعني ايه يا ابونا ده مشروع ده اخر سنة ده اصل المشروع دوت ليه تقدير غير تقدير بتاع النظري يعني لازم اقول انا كده جاب جيد جدا تراكمي وامتياز مشروع دي تديني ايه ما في السوق بس المقابل حصل ايه انك ما نمتش اربعة ايام لانك انت شلت فوق طاقتك فانهرت انا في مرة من المرات كنت بكلم ابويا قال لي صوتك متغير يعني كنت في الكنيسة وصوت متغير قلت له ما لأ قلت له كنت في مؤتمر وما نمتش ليلتين والنهار ده طول النهار في خرجات في الكنيسة وما ريحتش خالص وقاعد قال لي ما اتطولش قلت له المعترفين كتير قال لي ما اتطولش اعتبروا امر قاعد ساعتين ثلاثة وقل لي الناس انك تعبان ومجهد اللي عاوز يختصر يختصر واللي مش قادر يجيلك في يوم تاني قلت لي قال لي لانك انت ممكن تقع بسبب الضغط اللي عليك فانا خايف عليك يعني ابويا انا وانا قاعد باخد سر الاعتراف الزمني بقانون ان انا مطولش اكتر من ثلاثة اربعة ساعات لانه خاف خاف لي ان انا اكون يا اكون هذا العمل اعظم مني ولا استطيع ان افعله وحدي فقال لي لازم تاخد بريك هنا لانك انت ممكن في لحظة عصبية يجيلك معترف عاوز رجاء تشخط فيه يبقى عثرته في الكنيسة بلا رجعة والسبب انك انت ايه مش مرتاح مش معنى كده ان ابونا هيئجز وارح يصطط سمك انا ما قلتش كده انا قلت بس يبقى ينام ساعة بس لما تكون محتاج دي اوعى تقول واحد تاني بضغوط الحياة بتخليه تحرق وبقى شايل اكتر من طقته فبقى اب عصبي وزوج شتام ومش عاجبه حاجة في البيت لما تدخلت في الموضوع لقيت الراجل بيشتغل ثمان ساعات بساعتين مواصلات ادي عشرة يرجع يريح نص ساعة ويشتغل تسع ساعات على اوبر طب ليه يا حبيبي البيوت يا ابونا والتكاليف ما قدرش اعيش بقى اقل من كده ده كل قرش في مكانه وبعدين ما قدرش يعيش اقل من كده ليه لان اساسا الاسط بتاع العربية اكتر من خمس تلاف جنيه فلازم اقصد اسط وطلع على الالة الفين فوق الاسط نعيش بيهم فوق المرتب بتاع الصبح فانت مش دريان يا ابونا اللي انت بتقوله ده خيالي لما بتقول لي رايح بس انا اقترحت معاك اقتراح كده واستأذنتوا ان انا احكي حكايته عشان دي مفيدة ليه وليكم قلتوله طب ايه رايك في وسط الشغل ده كله اول ما الدنيا تهدي وتلاقي في شوية طراوة ادخل في شارع جانبي ومدد الكرسي اجعله سرير وغمد عينك لمدة نص ساعة بس وقوم اشرب اي فنجال شاي في اي مكان في كافتيريا او قهوة جنبك وكمل شغلك عارفين النتيجة ايه بعد شهر قابلته قلتوله ايه الاخبار قال لي مراتي بتدعيلك مراتي بتدعيلك قالت كان فينة النومة دي تتصوروا يا جماعة ده انا بس بحسسكم بالمشكلة ان في اوقات كتيرة قوي عشان نزبد وجودنا بشغل جديد او عشان فيه تحديات وضغوط في الحياة بنقبل ان احنا نشيل فوق طائطنا فبتكون النتيجة العصبية والانهيار وتعب الناس اللي حوالينا لان الامر اعظم منك لا تستطيع ان تصنعه وحدك يبقى اول حاجة ان ليك ايه طاقة تاني درس لان انا دايما بربط الطاقة بالقامة انك انت كمان ليك قامة هذا العمل عظيم لا تستطيع ان تصنعه ايه وحدك يعني ايه ليك قامة يعني حتى على المستوى الروحي على مستوى الروحي اوعى تشيل فوق طاقتك الروحي ازاي بولس الرسول ادانا نصيحة ان لا نرتقي فوق ما ينبغي ان نرتقي بان نرتقي للتعقل يعني ايه؟ يعني الطريق الروحي عاوز ايه؟ واحدة واحدة. عشان كده لما كانوا يسمحوا لنا نقرأ بستان الرهبان بستان الرهبان بستان الرهبان كنا من الرب قولة سنوي بإذن من قبل الاعتراف ايامنا يعني. فلما كنا نقرأ بستان الرهبان كان الخادم دايما يقولنا كده خلي بالكم يا شباب بستان الرهبان نهاية حياة مش بداية حياة يعني ايه؟ يعني ما تبصتش للقصص اللي انت بتقراها وتحاول تعملها ما تبصش للقصص اللي انت بتقراها وتحاول تعملها. ده يمكن ابونا وصل للفضيلة دي بعد اربعين سنة الرهبانة او وصل للفضيلة دي بعد تلاتين سنة الرهبانة معي ولا مش معي ارجع تاني ان هذا الامر اعظم منك لا تستطيع ان تصنعوا واحدك وبتكلم على فكرة القامة يعني على سبيل المثال الانقطاع في الصوم في ناس الحقيقة بتبالغ يعني يقولك يا ابونا حللني انا جدي كان بيصوم للنجمة بيصوم للنجمة وقاء ده تراص في العيلة وانا بصراحة ناوي اصوم للنجمة انت بتقع الانجيل يا حبيبي لا الحقيقة بتصلي لا ما بحبش الصلاة اساسا بتصلي بتروح قداس كل ادي ايه يعني كل ثلاث اسابيع كل شهر يعني وعاوش تصوم للنجمة ليه؟ يعني كده تراص مراس سميها اللي انت عاو سميها بس يعني احنا عائلة صويمة يعني يعني امي بتصوم كده وجدي كان بتصوم كده هتيجي علي انا حبيبي انت بالزبط زي اللي عاوز اسكن في الروب في دور الرابع والدور الاولاني ما تبناش في العمارة طب انت هتسكن زي في الدور الرابع ففي ناس كده في حياتهم الروحية بتبقى عندهم مبلغات ممكن حاجة تاني اقول لكم على مثل تاني برضو ان هذا العمل اعظم منك مش هتقدر تعمله فخليك على قدك قصة حكيتها لكم قبل كده عن واحد كان شغال الصبح وكان بيطلب شغل من ربنا بعد الظهر طبعا الشغل بعد الظهر يبقى قطاع خاص قطاع الخاص الشغل في ايه؟ متعب فطلب من ربنا شغلانا بعد الظهر وقال له يا رب لو بعد تهالي وعد وعهد وندر خمسين في المية من دخلها هدهولك طب جيت سألت يا ابني ما سألش فجأت لشغلانا بعد الظهر تامان تلاف جنيه مثلا انا بقول رقم المحي هو الرب اول شهر ادي اربعة تلاف جنيه وبعدين تاني شهر طبعا وبعدين 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 فجالي بقى بحكرة حلوة قوي قال انا هعمل حاجة تاني قال لي سيب الشغلانا دي اللي اتعاهدت عليها بخمسين في المية واطلب شغلانا تانية بعشرين في المية هو كان بيقولها بدحك هو كان فاهم والحقيقة من اجل امان تفضل ملتزم بالخمسين في المية بس فضل ملتزم بالخمسين في المية مع معاناة وابتدى يحس ان كان المفروض يرجع لأب اعترافه بدل ما كان ياخد الفكرة من دماغه علشان كده حتى انا صدقوني حتى انا رحت الاب اعترافي طلبت منه فترات معينة في حياتي بعض التدريب كان يبتسم ويقول لي دي كبيرة عليك شوية بلاش دي شوف حاجة قال ونبونا لكن الحقيقة اوعى تشيل فوق طقتك واوعى تشيل فوق قمتك وإلا ممكن اللي يحصل تتلخبط وتقع على طول طبعا في حاجة بعد الستات عشان باعتبار ما سوف يكون حاجة اسمها النذور عارفين يعني النذور تندر يعني تندر النذر سهل قوي 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 فخلي بالكوا هذا العمل عظيم أعظم من امكانياتك فقوعي تندري اللي تقدري عليه فواحدة تقول بس ابني ياخد اللي ابتدائية بتسعة وتسعين اللي ابتدائية بقى السنوية مش كده يخش يا رب كلة الطب والغاية لما حط راسل حتى الأخيرة صوم العذرة ثلاث أسابيع ميا وملح هي ما جربتش ميا وملح ما تعربش ميا وملح دي وبعدين تيجي تفاصل تقول لي دا الميا وملح تلع دلع قوي الودع مالها ودخل كلة الطب الله يسمحوا وانا شربت ايه النادر طب ليه نادر تيه طب ما هذا عمل أعظم منك يا أخي ما تاخد على قدك يا أخي ما فيش فاعد فالبنات بالذات الولاد ما بتندرش خالص البنات بقى بالذات عشان بيقوا عندها حاجات بقى خايفة ما تجيبش بيبي وخايفة مش عارف ما تشتغلش وخايفة ما تفهمين فبيقوا عندها التحادات كتير أو فبتندر كتير خلوها بمراجعة أبونا أو خلاوا بمراجعة الإمكانيات أو الظروف أحكي لكم حكاية على حكاية إن الواحد يطلع فوق قمته شوي في مرة من مرات كان فيه رجل أعمال بيشتغل في تجارة المجوهرات والذهب وكان زمان كل اللي بيشتغل في المجوهرات والذهب يشتغل في العملة يعني العاوز يغير عملة ما كانش فيه ساعتها مثل الشركات الصرافة فدخلوا عليه لقوا عنده أربعين ألف دولار خدوا الأربعين ألف دولار وخدوه في الحبس قد إيه عادة كان بيحصل إيه ياخدوه في الحبس يعرضوه عن نيابة يحصل تصالح يخدوه الأربعين ألف دولار ويرواحو بيته خلصت أربعين ألف دولار ويرواحوا بيته وراجل يعني هيخسروا ما يخسروا فقالوا لها الست مرات الايه السايخ قالوا له ده جوزك اخدوه في السجن او يعني خدوه في الحبس وبعدين البكرة مفيش نيابة فيبيت خميس وجمعة ويتعرض السبت الصبح وبقى ما نعرفش هيعمله في ايه وقفت قالت له يا ماري جرجس لو جبته لي لحد كيلو دهب ندر كيلو دهب هو كده كده كان يطلع أوتوماتيكلي يعني من غير ماري جرجس ما يتدخل هو كان هيطلع القانون بيقول تصالح فهو رجع عملت له بقى محمر ومعرفش عملت له ايه واكله ايه وشربه ايه والولاد وحمد الله على سلامة ده الدنيا كلها ما تستهيلش تطفر صبعك مرسي الدنيا كلها ما تستهيلش ترفص طبعك ماشي ماشي الدنيا كلها اللي عندنا كله ما يستهيلش ما يعرفها هتقوله ايه فقال لها مالك في ايه قالت له اصلا انا ندرت الماري جرجس كيلو دهب قال لها يعني موت وخراب ديار يعني اربعين الف دولار وتندري كمان كيلو دهب ليه كده قالت له بقى ان ايه وفي قال لها انا ندرت قالت له ايه وفي انت قالت له انا جيب منين قال لها اللي من جيبه اه اللي عاوز يعمل كريم يوقع منين من جيبه ولكن انت ايه ندرتي ادفعي طبعا حصلت مشكلة بقى والنادري يتوفى ولا متوفاش فعلشان كده برضو في نفكر لان هذا الامر اعظم منك قبل ما توعدي ربنا باي حاجة اسألي انا اقدر طب اجرب يوم او يومين طب اجرب تلات ايام تم اجرب خمس ايام واشوف نفسي هذا الامر اعظم منك احنا قلنا هذا الامر اعظم منك لا تستطيع ان تصنعه وحدك هنتنقل بقى لا تستطيع ان تصنعه وحدك يعني ايه الدرس الثالث الدرس الثالث انك دائما محتاج اخر احنا قلنا اعظم منك فيه حاجتين الطاقة والقامة وقلنا انت مش هستطيع تعمل واحد بقى انت تحتاج اخر او هو قال ايه لا تصنعه وحدك لا تصنعه وحدك معناه انك انت محتاج ايه يا موسى ناس ثانية تشتغل معك ودي الحقيقة الثالثة الناقوقات بيجي لنا احساس كده ان احنا مكتفيين الحقيقة ومش محتاجين حد واحنا بصراحة ما نقدرش نعمل حاجة لوحدنا احنا محتاجين كل الناس اللي حوالينا مين فينا حتى لو تخرج ويشتغل مش محتاج ابوه امه يساعده ولا ابوه مساعدة قليلة مين مش محتاج حتى يساعده مساعدة نفسية مين فينا ما بيقعش دون وبيكلم واحد صاحبه وبيقوله انا محتاجك ان شاء الله حتى نخرج نتكلم مع بعض النام اتضايق النهاردة شوية عايزة بط بط كلنا محتاجين ودي حاجة ربنا خلقنا جواها ان احنا محتاجين اكبر مثل واعظم مثل ادم ادم كان ايه ناقصه ايه اللي ناقصه اكله فاقصه الف صفحا حد يساليه يعني تق 써 اجيب لي لك كالبي له يساليني الحقيق كان عنده من الفار لل اسد لغاية الفيلam وكلهم يجوا يصبحوا على ال ادم كلهم الصبح ويلعقوا يسميهم. على فكرة هو اللي سماهم الكتاب المقدس بقول كده يعني هو اللي سأل من فيل انت هنسميك فالفولتي كده يعني فا يعني هو اللي سمى الحصان وهو سمى الحمار وهو سمى الفيل ويعني عنده كل حاجة يعني اقصى حاجة كده هيعمل كده بس يقطف وقطف وكل كل حاجة موجودة ودرجة الحرام تضبط عليه يعني مفيش بقى عاتل الهم مش هتا ولا صيف ربنا عامل له كل حاجة ايديال بعدين قاعد كده محتاج حد تاني في حياته وربنا اخر حوى عشان يعززها عارفين يعني يعززها يتقل من امتها لانه عارف انه هيتخنقوا هيتخنقوا فقال ايه قال انا لو جبتها له من الاول وتخنقوا كان قال انا كان نفسها بقى الوحدي يبقى غلط وتزمر انا مش عاوزه يغلط فخليه هو الاول يحس ان ايه ان الجنة دي بكل اللي فيها هو محتاج فلما تيجي يحتملها بطبيعتها الجديدة يعني ففضل معزز حوى لغات لما قادم بقى اخرص عنده حالة شبه اكتئاب يعني مش اكتئاب بمعنى المرض متدايب بقى فين بقى انا كل حيوان قاعد مع الحيوانة بتاعته بيتكلمه مقصدش انا اصد انا اصد اصدقوني انتم اشرار انا اصد كل ميل قاعد في المعل في ميل بتاعته يعني الظريف مع الظرافة اصدقوني فوته دي المؤمن نرجع لموضوع فربنا عارف انك انت محتاج ربنا عارف ان محتاج على سبيل المثال لما ربنا بعت التلاميذ في اول ارسالية بعتهم ايه اتنين اتنين وبولس الرسول الجبار اللي ليل ونهار بيقولك محبة المسيح تحصرنا يعني مش نقصه اي حاجة بيحب المسيح ليل ونهار شوف كده الايات اللي بيقولها فبولس كده يقول ايه لم تكن لي راحة في روحي لاني لم اجد تيتوس يعني كان مستني اني قابل تيتوس ما لاقاهوش ده بفكرونس تانية بعدها بكم اصحب يقول ايه لكن الله عزنا بمجيء تيتوس الله ده بولس كان محتاج حدي حكي معاه بولس كان محتاج حد يرتاح انت يا بولس محتاج اه كلنا محتاجين لحد اوعد كابر وتقول انا اقدر اقوم بها الوحدي هذا العمل اعظم منك يعني 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 الرجل يحتاج المرأة والمرأة تحتاج الرجل مفيش حد افضل من حد اوقات الشيطان يصور لك كده يصور لك كده انك تقدر يعني في خناقة تقول لها خدي عشان تفكوا مع السلامة شهر واحد وتلاقي بيخبط على كل ابواب الكهنة والحد يجي يصلحني على امراض او هي في لحظة غطب كده وطياشة تقوله الناس يبلك البيت وماشي وبعدين ترجع تحس ان مش هده تكمل من غيره فاحنا كلنا محتاجين اعرف اعرف كده اقول لكم حاجة الكاهن محتاج لشعبه تصوروا يفرح لما يشوف ولاده وبناته وهو ده احساس نفسي ومحتاج زوجته طبعا شريكا لان الاعباء كتيرة في الزوجة دي زوجة الكاهن دي بتشيل معها في احتياج كلنا محتاجين بعد قال لكم على سبيل المثال كل الناس في امريكا زي فايد بيقتلوا عشان يخدشوا حاجة اسمها ميديسن سكول ليه كلة الطب بتاعتنا بس هناك بقى الدكتور اصلا اي حد بياخده مئة الف في السنة الدكتور ده بيبتدي بمئتين وخمسين الف في السنة منتطلع يعني وعندهم الحياة مادية اوي 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 بقوا ميفكروا في بلوس اكتر ميفكروا في اي حاجة تاني يعني حتى تخصص في الطب يفرق عن تخصص في الطب يعني مين بيجيب اكتر هنتعبلوا اكتر بس يستاهل يعني ده الموضوع كله من اول اخره انفستمنت مش مهم هم عايشين ازاي بس انا هتخيل ان كل امريكا دخلت كلة الطب وكل امريكا تخرجوا ده كاترة ايه رأيك في المجتمع اللي كله ده كاترة مجتمع مثالي مش كده انا هزبط لكم وهتفهموا بمثل تاني سنة اربعة وسبعين انا كنت طالب وكان ساعتنا ايامنا بنروح كده نشتغل تلاتة شهر في اوروبا فانا كنت في انجلترا سنة اربعة وسبعين طبعا اربعة وسبعين بالنسبة لكو ده يعني العهد القديم مش كده ما علينا سنة اربعة وسبعين فانا كنت بشتغل في انجلترا فمن حظي ان كان فيه سترايك سترايك يعني اضراب 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 لي مين لعمال الزبالة الامبراطورية البريطانية اللي كانت بتسود العالم كله في ظرف اسبوع واحد تحولت لأكبر خرابة في العالم خرابة تمشي بقى ما هو اصل بعد اسبوع الكيس اللي تحط في اول اسبوع فيه بواق البرجر ابتدت ريحته تطلع فانت ماشي في بلد عفنة ماشي في بلد عفنة طب ده انتو عندكم اكتر ده كترة بس الحقيقة المجتمع محتاج زي الدكتور محتاج اللي يشيل الزبالة بالزبط عشان كده مفيش حد احسن حد فانت محتاج الناس كلها اللي حواليك فليه يبقى عندك برياء وحس ان انا افضل او احس ان انا اعظم او احس ان انا مش محتاجك واقدر اعملها الوحدي لا كلنا محتاجين بعض اللي انا عايز اقوله لك انت محتاج انسان اخر يختلف معك ويكملك اقول دايما كده تخيلوا لو قالت الكمانجا وطر واحد لو قالت العود بدل ما هي عشر اوطار وطر واحد لو البيانه صبع واحد يطلع عن نغمة يعني دو طب اللي بعديها دو واللي بعديها دو واللي بعديها دو واللي بعديها دو طب هتفضل تدو دو يعني مفيش نغمة طلعة اه اصلا انا بحب كده بحب اكون لوحدي الحقيقة جمال الدو ان في ري ومي ومعرفش بقية المزيكة يعني حاجة زيكة خلاص بقى يعني مش اديك فامين حاجة فاحنا محتاجين الناس في ناس قلبة ويقولك انا ماليش غالي وماليش لا انت اللي هتغسل على المدى الطويل التكوين اللي ربنا عامل يقولك انت هذا العمل عظيم ما تقدرش تعمله لوحده وعشان كده المدير الناجح هو المدير اللي يقدر زيما انت قلته يعمل تفويض ويشغل الناس معاه الكاهن الناجح هو اللي يجيب امناء خدمة ويعلمهم مع الوقت ويديهم المسئولية وشوية شوية يرفع ايده مش يبقى نوزي مناخيره في كل حاجة ما انتمون كنتوا بقى وان منشو بس هتطلع ناس كلها ايه هوى فهمتوا حاجة هذا الامر اعظم منك لا تستطيع ان تصنع وحدك قلنا نمرة واحد ليه طاقة اتنين ليه قامة تلاتة محتاج للاخر اربعة وانتوا دي قلتوها ودي اخر نقطة وعجباني اوي 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 انا محتاج اسمع نصيحة شوفوا مين نصح مين يسرون دكاه او سان موسى اكتر راجل كان بيكلم ربنا في الكتاب المقدس وكلم الرب موسى وكلم الرب موسى ودخل موسى للخيمة فكلم الرب موسى اكتر واحد كان بيكلم مع ربنا وربنا كان بيكلمه فما اللي فام مين فربنا شايف موسى مش كده شايف موسى وشايف موسى قاعد يقضي لالاف كل يوم لدرجة ظهر وبيتحني ومش عارف لاياكل ولا يشرب ولا ينام وما قالوش حاجة طب ما ممكن يا رب موسى في الخيمة تقول يا موسى اللي انت بتعمله ده كلام تقيل قوي اعمل عشرات واعمل ميات واعمل رؤوسات قلوف واللي مايعرفش يجيلك في الاخر لا ربنا كان ليه عكمة ان يبعث لرجل الله واحد وثني يدي له نصيحة عشان انا وانت نتعلم ان ممكن يكون في واحد اصغر منك في الشغل وممكن تكون متجوز وابنك يقول لك نصيحة من اجل خلاص نفسك اوعد كابر اسمع زي ما سمع موسى انت اسمع هكيلكم حكاية في البستان وهكيلكم حكاية حصلت معايا ايه الحكاية اللي حصلت في البستان الحكاية اللي حصلت في البستان ان القديس مقريس الصغير بيقول لك عشان هو راهب قديم كان جات له حرب شهوة اكل فكلما يسأل ابونا يقول له ابونا اعمل ايه يقول له لا عافية ابونا انتوا قدي بالكوا كل الرهبان تجري ابو ما قارى اللي بيسأل كبير بتاعنا هو اللي بيسألنا من ده اللي ينصحوا فكل الرهبان تجريوا بس هو عاوز ارشاد فرح انتوا عارفين الحكاية قبل كده فرح لولد صغير معادي قال له يا حبيبي لو لو واحد يكون اكل بس لسه جعان يعمل ايه قال له ياكل تاني قال له طب اكل تاني وجع تاني قال له ياكل تاني يعني اكل اولاني وبعدين جعوا اكل تاني قال له لو جع كده قال له البعيد يبقى احمار مش مهم ما قال له ايه المهم ان لما قال له كده مكتوبة كده فانتفع مقار جدا مما سمعه من هذا الصبي تصور تصور انت ممكن تسمع من اي حد وتتعلم من اي حد بصراحة ما تعرفش تعملها اذا كنت متضع بجد عدا ذلك مش هتسمع غير صوت عقلك وصوت دماغك احكي لكم الحكاية التانية ودي حصلت معي انا بعترف عند اب اعترافي من وانا في قولة سنوي اواخر قولة سنوي يعني بقى لي 47 سنة 48 سنة من سن كهنوته يعني انا بعترف عنده من اول ما جي الكنيسة انا بعترف عنده وتمر الايام وبعد شورت البتس بانطلون طويل وطلع لي شنب وطلع لي مش عارف دقنه وبعدين اتخركت وبعدين اشتغلت وبعدين ربنا بعدين بقيت خادم وبعدين امين خدمة وبعدين ربنا سمح بالكهنوت وفجأة وانا في مكتبي وفاجأ بان اب اعترافي مثلا كان بقى لي في الكهنوت 3 ا4 سنين يعني ابنه يعني لسه كاهن جديد فقالته بيتصل بيدي بالتليفون قال لي زيك ابونا قلت لي احنا يا بويا التليفون نور كلام بقى الكلام اللي هو بتاع مجاملات ده خير يا بويا قال لي بصراحة انا صليت في موضوع متردد فيه ومش عارف اخد قرار فانا صليت النهاردة وقلت اسأل قدسك واللي تقولوا لي هيبقى ده صوت ربنا سدقونه كنت عايز اخلش جوه السماعة كنت عايزة استخبة تحت المكتب بتقول لي يا بونا سمع غلط ولا ايه يمكن لو انقلت على الودن التانية اسمع صح ولا ايه مش مش قادر اسدق فقال لي فيه ايه كهنوتك كامل امام الله وانا بقولك انا صليت ومجات ليش اجابة فانا بسألك وبقولك ده قبع اعتراف ده قبع اعتراف كهنة كتير قوي بقول لي انا بسألك وبقولك صوت ربنا هيكون على لسانك اسمح لي احكي لك الموضوع انا بقى في الاول ما كنت سامع الموضوع من كتر الخضة ازاي ايش جاب لجاب بس هل انت مستعد تسمع احنا عندنا العكس انت تروح لأب اعترافك ويبقى أب مشهود له بالحكمة وشهود له بالوقار ومشهود له بالخبرة ومشهود له بكل حاجة ولو رأيه معجبكش ولا كأنك سمعت حاجة ده مين ده يعني انسان يعني باش طيب انا ممكن افهم احسن من شوفوا بقى الفر بن موسى اللي بيكلمه ربنا يسمع لكاهن وسني وبن قب شيخ يسمع لابن من ولاده وياخد رأيه في موضوع وانا ذاتي تمنعني ان انا اسمع لأي حد لانه يقولك انا من دماغي انا من دماغي ده الكارسى الاكبر لما تكبره شوية وتتجوزه ويبقى فيه مشكلة بينك وبين مرضك فتقولك نروح الابونا ابونا مين ابونا ده كده على طول موقف عدائي نفسي ابونا ده كلامه يمش في الكنيسة انا كلام يمش في بيتي طيب ما هوني اسمع برده ابونا ده ابونا عنده خبرة خبرته على بيته يعني ممشيش ترتش تلاقي كبرياء عجيب ليه؟ لان انا مفهمتش الكلمة اللي بتقول لان هذا الامر عظي اعظم منك لا تستطيع ان تصنعه وحدك انت محتاج تسمع محتاج مشورة مفيش حد فينا يقدر يمشي لا في حياته من غير ما يكون له كبير والكنيسة كبرنا كلنا انا عارف طولت عليكم النهاردة بس احنا قلنا ايه الآية لان الامر اعظم منك لا تستطيع ان تصنعه وحدك فتعلمنا فكرة الطاقة وفكرة القامة وفكرة الاحتياج وفكرة الطاعة اذا لازم الامر ربنا يديني ويديكم لإلهنا كل مجد وكرامة الان وإلى الابد امين اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة